ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات وخلال الاجتماع كشفت الحكومة عن تنفيذ حزمة تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات كما تسهم في تحفيز الشركات أو الشراكات بين القطعين الحكومي والخاص إلى جانب دعم خطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال عام 2022 كما وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وذلك للعام المالي 2022-2023 حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق كما اعتمد مجلس الوزراء الأليات الخاصة بمحفظات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذا محفظات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر أو بالحي السكنية الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة ووفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات